متابعينا مشاهدين بنشكركم جدا على مشاركتكم ودعموكم للصفحة طبعا في الفيديو ده هنعمل لقواه مع احد العمال والمزارعين هنشوف طبعا اسعار الفلسوية وسعر ابن الفلسوية وافضل طريقة الحصاد الفلسوية وهنشوف طبعا الفدان كم عامل يحصبه الفدان وهنشوف الاسعار وهنشوف كل التفاصيل فعايزك تابع معي الفيديو ده بالتفاصيلة تستفاد منه جدا جدا ان شاء الله ونشوف طرق حصاد الفلسوية وانتاج الفدان وما لذلك واسعار الفل واسعار كسبنة زي ما قلنا اهم حاجة يعني انت حاول تفيد غيرك بالفيديو ورب دايما نقدم لكم محتوى يفيدكم وما ينال اعجابكم نتابع الفيديو مع بعضينا ونشوف كل التفاصيل طبعا احنا متابعين معاكم من بداية زراعة الفلسوية ودلوقتي دخلنا في موسم حصاد الفلسوية وصف على فيديوهات هامة جدا طرق زراعة البطاطس والمحاصيل الزراعية جميع الله نور حاج جبراهيم عاملين الوقت طبعا حش الفلسوية حشات احسنة حشات طينة مطلعش في الغلة وكده خلاص استاوى يتم الحصادة الله نور عليك حاج جبراهيم الفداني حصلوه كم نفر حاج جبراهيم 8-7 7 ثنفار لحد 8 ثنفار فكامل العامل عني العامل يعني تشاغل كم ساعة الاول 3 ساعات حصاد الفلسوية 3 ساعات يعني تبدأ مثلا من الساعة مكملة كام مثلا لو تشاغل مثلا في الفجر تاخد 3 3 و 4 4 و 5 و 6 لحد ساعات السوق في كامعة من 10 جنيه 100 جنيه الله يساعد لك حاج جبراهيم بالنسبة لانتاج الفدان من الفلسوية يعني يجيب كم طن من كم لكام يعني اعلى حاج جبراهيم اعلى حاج جبراهيم على حاج جبراهيم على حاج جبراهيم من 2 ثن و 2 ثن حسب التخليف اللي انت بتكلم يعني من ثن ونص لحد 2 ثن ممكن ثن إلى 4 اه ايو ممكن ثن 700 ثن حسب الارض طبعا حسب المزارع وحسب رزق راب انا في الاول في الاخر حسب المزارع بعد الحصد بالشكل ده حاج جبراهيم بيقود كم يومه يتم التغمير يومين 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 اه زرعه زيدي تقود يومين يعني هتقود النهاردة من التحسلاته النهاردة هتقود النهاردة معاك انا حاج جبراهيم هاي هتقود الاربع والخميس يوم الجمعة بإذن الله تتدرس في الضغط يوم الجمعة تدرس في الظهر. طب لو جاش يقدر شوية حجي براهين. يجوا دار بحتين في الارض. طيب وبعد كده يتغمر. وبعد التغمير يجوا عد كم يوم. يومين. يومين. هذا طبعا اجمع بالنسبة يعني بعد الحصار. طب انا لو هدرس حجي براهين ما هدرس ميتة بالظهر. من الساعة عشر ورايح. من الساعة عشر الصف ورايح اه. بكامل فدان الجرار بيدرسه. بالفدان ولا بالساعة عندك اه. بكامل فدان. بكامل حجي براهين. بالفنوص للجرار اه. طب العامل. يعني. من ميتين لحد ميتين وخمسين. لدارس الفدان. بالنسبة لتبنى حجي عشان نسم تسهل كثير على التبنى. التبنى من مية لمية وعشر. الجرار اه. مش كامل بثمانين وسبعين. والله. يعني الجرار من مية لمية وعشر. يعني الفدان كده هيخش يمكن في الفين وشوية. الفين وربعمائة للفدان تبنى الفول الصوية. طب بالنسبة لأسعار الفول الصوية حجي براهين النهاردة. اه عاملة كاو. يعني كل الوقت بيروح الكور. اللي عليه بس اه عن فلوس هو عليه. ها. اللي عليه ايجار ولا حاجة هو اللي. طيب كام يعني السعر اللي ماشي النهاردة. النهاردة ثلاثة تسعة الفين اربع وعشرين. عشان الاسعار ممكن تتغير فنحنا بنعرض لك بالتاريخ. واحد عشر تلتمية واحد عشر واربعمائة. واحد واحد عشر وثلتمية واحد عشر وربعمائة. اه. طب ايجار طن الفول الصوية. الفدان بكام حجي براهين يجاره? من خمسة اربعين لأربعين الاربعين الف لحد خمسة اربعين الف. اه ايوا. تغالي جاء غالي حجي براهين. اللي في ناسة متأجرة على خمسين وتشرط عليها. لا والله. اللي على الله يساعدكو حجي ابراهيم وجويهم. شكرا لك حجي ابراهيم. اه ربنا يززيك خير على المعلومات اللي دي تهالنا. شكرا لك. اه ادي باجي لعمال طبعا شغاليه ربنا يساعدهم وجويهم. بنشكركم طبعا على مشاركتكم على دعمكم على دعمكم للصفحة. وربنا اجعلها سنة خير على الجميع. الله نرى رجالة. لا نرى عج اسماعيل. اي.